كما حدث مع ناطق رسمي سابق باسم قوات الدعم السريع الذي انشق عنها وقدمت صريحات حول هذه القوات وزعيمها حميتي هل هذا أمر واقعي قابل للتطبيق أن يكون منشققات كما تفضل دكتور طرح أو بمعنى آخر أن يكون جمع ولم للشارع السوداني من طرف القوى السياسية التي أيضا هي الأخرى كانت قبل سقوط البشير في أبريل 2019 وكان لها دور أيضا في حضورها الوازن بستة أعضاء مجلس السيادة أنا الأسف الشديد لا أتفق مع هذا الطرح لماذا؟ لأن كما قلت على أن دائما العسكر الجيش دائما يركب على الحركة الاحتجاجية في السودان كل انقلابات كانت في البدايات عبارة عن انتفاضات شعبية وعن حركة احتجاجية في بعض الأحيان كانت تقودها قوى يسارية قوى وطنية قوى ديمقراطية بعض الأحيان كانت تكون عبارة عن احتجاجات شعبية عن الغلاء عن الأسعار عن الأوضاع الاجتماعية لكن دائما وتتوجه هذه التظاهرات وهذه الانتفاضات غالبا دائما ما تكون ضد الحكومة التي أفرزها الانقلاب بمعنى يحدث انقلاب الانقلابيون يعملون على خلق حكومة مدنية ووهمية وبطبيعة الحال أمامه في حال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تيتحرك الشارع ضد هذه الحكومة ثم يعيد الجيش إعادة إنتاج المؤسسة العسكرية انطلاقا مما يقع المستوى بمعنى سيلحسن الجيش في البلدان العربية يمارس السياسة هذا أمر مفروغ منه فالركوب على أمواج أي احتجاجات في الشارع وتنصيب هذه الحكومة أو تلك هذا أمر واقعي ولكن في حالة السودان اليوم حتى أطراف النزاع كل من البرهان وحميدتي يغازلون الشعب السوداني لا زالوا يحافظون على أن كل منهم يملك الحل يملك طريق نجاة الشعب السوداني بإقامة ما يسمى بالدولة المدنية أو تسليم السلطة للمدنيين ولكن الاتفاق على الاختلاف على المستوى الزمني حميدتي يقول لك حسب خطابه أنا أريد دولة مدنية ومستعدة أن أسلم السلطة اليوم قبل غد والبرهان يقول لا لا بد من قانون الإطار والوثيقة الدستورية وتلك المسيرة التي عكف عليها مجلس السيادة فهنا استحضار الشارع صدقني له رمزيته وقد يكون هناك سيناريو ملعوب للمرحلة المدبلة في مدى الخطير في الأمر يتمثل في كون أن الطرفين قد يعودان إلى العوامل التي قد تجعل من سودان برميل بارود لحرب أهلية جديدة وستكون طاحنة أكثر من حرب دارفور على اعتبار كما قلت لأن وأنت عشرت إلى ذلك الأستاذ نوفر حينما تحدثت عن استدعاء أكثر من 60 ألف وتم استدعاءهم من الحاضنة القبلية لمنطقة دارفور التي ينتمي إليها حميدتي وبالتالي يمكن اللعب على الصراع القبلي بمعنى يمكن إدراج القبائل في هذه الحرب الدموية الأخوية على المستوى السودان الحديث عن قوة ثالثة بدأ الحديث عن قوة عسكرية مشتركة لمنع الطرفين من الاستمرار في الاقتتال لكن ممن تتشكل هذه القوة المشتركة تم الحديث على وجود انقسام داخل جيش البرهان تم الحديث على وجود ميليشيات تختلف المقاربة داخل جسم قوة الدعم السريع لكن لا أعتقد بكل صراحة على أن الطرفين لوحدهما يمكن أن يرضخ لمطلب الشارع لأن مطلب الشارع دائما كان هو خلق حكومة مدنية في نظري كما قلت مفاتيح هذه الأزمة وهنا ينبغي أن ألعب على الوقت أقول على أن المملكة العربية السعودية وعلى مصر وعلى الإمارات بإمكانهما أن تلعب دورا حاسما فيما يقع داخل السودان